وأيضا قال السفير العراقي لدى إيران سعد جواد قنديل إن عملية إعادة إعمار العراق تحتاج إلى دعم إيراني مشيرا إلى أن بلاده دمرت خلال حربها على تنظيم داعش تحتاج إعادة الإعمار إلى الدعم الإيراني اقتصاديا وتقنيا وأكد قنديل أن إيران وقفت إلى جانب العراق في الحرب على المنظمات المتطرفة في المقابل يقف العراق بجانب إيران أمام العقوبة الأمريكية أضف السفير أن سفارة العراقية ستبدأ بمنح تأشيرة مجانية للتجار الإيرانيين إلى العراق داعيا لإنشاء منطقة تعاونية صناعية على الحدود بين البلدين